اهلا وسهلا بكم مجتدا اصدقائنا المشاهدين وحطتنا هلأ مع الجاذبية والجميل ومين قال انه الجاذبية العمر ومين قال انه الجميل العمر اذا فعلا قدرنا اعتنينا بحالنا ببشرتنا اذا كنا معتنين بحالنا من جوة ومبرأ اكيد بالضل الجاذبية لنعرف عن هذا الموضوع اكتر بصيرنا الرحب بعفاف مع كارون صيدلي واختصاصية بالعينية بالبشرة دكتور عفاف ديما بتنتروع بمثل هالوقت لا تكون معنا وتعطينا نصائح وتربحنا من ديات الحلوين صباح الخير لقالك عفاف صباح النور اهلا وسهلا فيك يعني انا بلشت انه الجاذبية ما قال عمر والجميل ما قال عمر هل بتوافقيني هذا الحديث عفاف اكيد مع انه في ناس اصوات يعني بتطلع اوقات على سوشال ميديا بتنتقدوا بتجرح ولكن الحق يقال انه السيدة فيها انها تكون كتير حلوة وكتير جزابة ونحنا رح نقول اول شي وجهة نظرنا يمكن انا السيدات اللي بتابعوني صاروا بيعرفوا انه انا كتير بحترم جمال المرأة الطبيعي من دون ما نضطر يعني لحتى نعمل عمليات تجميل لانه هون صرنا على خط اخر ونحنا في عنا طرق ووسائل بتقدر انه تعمل العجيب وانه تحول السيدة من حدا تعبين والعمر ظاهر على وجهة الى حدا هي مثل ما كانت بيصيباها وهون فعلا التحدي ونحنا انطلاءا من هيدا الشي بدنا نقول للمشاهدين انه فعلا بي براود وبي هابي باللي انتو فيه ورح نعطي مثل كمان عن مشاهير وهن رأيون ونظرتهم لهيدا الموضوع يال رح نبليش نشوفوا الصور تباعا واكيد مثل العادة محضرتين لنا السؤال من بعد ما هيك نمرق شوي على السؤال بنجع مطلح سؤال على أصدقائنا المشاهدين لربحهم كيف لكن اكيد حطينا صورة حلوة كتير شو بتقول نحنا رح نحكي اليوم عن موضل هي بولينا بوريسكوفا اللي هي عارضة ازياء كان عندها شهرة كتير واسعة خاصة بالثمانينات وبالتسعينات هي تشيكية الاصل يعني من سنترل يوروب بتقول جملة كتير شهيرة وهي تعيش هالجملة يعني مش بس بتحكيها كمان بتطبقها انه ساكسي هاز نو اكسبريشن ديت يعني ما في تاريخ صلاحية على جاذبية المرأة فهل موضوعنا هو اليوم يثبت هيدا الشي ورح نحكي ونمرق صور لقلة يعني أنا رح ركز عليها لأنه هي هالصوت يلي يتحدى التقدم بالعمر هي هلأ عمرها سبعة وخمسين سنة يعني منى 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 اكزاكتلي وبعدها سيدي حلوي بيضال في ناس بينتقدوها رح نقول كمان شو الكومنس الموسيقى يلي هي فعلا أنا باعتبرها هولي ناس ما عندهم ماتشوريتي وما عندهم وزدم وقت اللي بيتلعوا بيحكوا بها السطحية هاي هوني فيه صور لقلة حتى انه عندها صور لقلة بالميو وهي كانت وقت كانت اصغر بالعمر كانت على الكوفر طبع سبورتس إلوستريتد يعني هي اول عارضة ازياء من سنترل يوروب بتكون على الكوفر وما كانت بس مرة يعني رجعت كمان مرة تانية كانت هي على الفرونت كوفر فهي بيها العمر لا تزال بيها الجسم هيدا ومحافظة على جمالة على أناقطة وعلى أونوستة في عنا كمان سلايد تانية بتحط هي عندها على السوشيل ميديا لحتى تفرج السيدات انه ما ينغشوا بيشو بيشوفوا بالفيلتر يلي داري بالدني هلأ يعني في حدا حطة بوست مرأة عشر مرات الفيلتر على الصورة يعني صارت شخص آخر كليا فإذا ما بدنا ننغش يعني هي هون عم بتفرج حقيقة وجه هو كيف بالريالتي بكل التعب يلي فيه أو يبدو عليه العمر والوقت اللي بيكون فيه بروباقاندا بتبين كأنها هي شخص تاني ففعلا السيدات بدون ما ينغشوا أو يحسوا حالهم انه هنه انفيرير أو هنه جمال ناقص لأنه هنه لا يضاهوا هالصور يلي عم بشوفوها على الانستغرام أو على السوشيل ميديا لأنه خلوا بيبالكن انه أكتريتا هي فيك ريالتي غير ما يظهر للعلن مية بالمية وهالشي بتشوفيه لما بتشوفي ستارات يعني كلهم عم بينزله عبر سوشيل ميديا وكلهم فلتر بتتفاجأ بتنصدمي بس تشوفيهن أنه لا لا تموت لهالصورة بس لا اوكي واحد بيشتغل على صورته بس مش هالقد بيمحي مع علمه مضبوط قبل ما نتابع حديث حلو والحلو أنه جايبت لنا الصور لتفرجينا الفرق خلينا نطرح سؤال على صديقاتنا المتصلات دائما مثل معواتينا لا يحصلوا معنا على هدية شو سؤالك لليوم؟ سؤالنا اليوم هو هل برأي السيدات وكمان الرجال يعني فيهم هنه كمان يشاركوا بالموضوع لأي عمر بيعتبروا أنه هي كمة الجاذبية عند السيدة بأي عمر حلو كتير السؤال إذن سؤالة فهو سؤال إيبوتاتيك يعني وهو رأي يمكن خاص ولكن حب أعرف رأي لها حلو السؤال خلينا ناخد اتصالات أصدقائنا المشاهدات على الرقم يلي رح يمرق بعض شوائق ديمكن على الشيش سؤالة لدكتر عفاف لليوم أنتو بتعتبروا قمة الجاذبية للمرأة بأي عمر؟ منتابع صورك الحلوين هي حلوة هي عن جد كتير حلوة وتفجأت بس فرجتيني قديش فيه فرق وقديش خاصة خاصة المرهقين عم بينغشوا بما يعرف بستريت وعم بيركدوا يعملوا مثل ونمئة ألف عملية وهن مش هيدا الواقع مش هيدا الواقع ومنه هو هيدا نمط حياة سليم يعني نحنا حكينا بحلقة يمكن أنا وياك سحر عن السورجوريز قدي بيان ريت انعمل إحصاء ببريطانيا وبيان أنه القسم الأكبر من الناس اللي بيخضعوا لعمليات تجميل ما بتكون النتيجة متل ما هنه كانوا مستنظرين صحيح وكتير أوقات هي الريفورسبل يعني مضطرين يتحملوا هالنتيجة ويرضوا فيها نعجبون ولا لا فإذا نحنا هوني عم نفرجة هالعارضة الأزياء اللي هي عندها كان الجرأة وليتلي يعني مش من زمان حطت صورة لقلة وهي بيحطها بس شرشف أو منشفة هيك وانبين جسمها تقريبا يعني هي فخورة بما هي عليه ومن الاشياء اللي بتقولها يلا رح نتابع بس خليني ما نضطرهم كتير على الخط حرام ألو ألو يسعد لصباحي أهلا وسهلا مين معنا؟ حبيبتي كاترين اي حبيبتي كيفي نيحة مش شاءت لكم أهلا وسهلا شكي وجلت أحيي للدكتورة والله بتجنن شكرا مرسي كاترين لايكي أنا بالأربعينات تقريبا بالأربعينات قمة الجميل عند المرأة اي اي هاي بتبلش يعني تلسي نبوجة وتفكيرها وكل شي ايه اي بالأربعينات شكرا 17-18 سنة طفولة مثلك هايكي سحر حبيبتي شكرا لألك كاترين إذن سؤالنا بنرجع منعيده قمة الجميل عند المرأة سيدات ورجال حاضرين نحنا لا ناخد كل اتصالاتكم واقش وبتكون قمة جميل المرأة بأي عمر بتحتقده والهدية حاضرة عن دكتور عفاف منتابع بالمعلومات قبل ما يفوتنا الوقت عفاف يس هلا هون انا حبيت شوي يقول اشياء من يلي هي بتخبر عبر هالسنين من الكاريار تبعيتها بتقول انه وقت كانت هي اصغر يعني بالعشينات وبالتلاتينات كل ما لبست اقل كل ما كان احسن هيدا الشيء يعني كانت تحظى باهتمام وكان هالشي يجب لها شعبية يعني ولكن هالشي يتغير مع الوقت بالاربعينات كان ما بقى فيه زيت الافي طبع هالزالب ستشي قليل ومنجع نحكي كمان بالخمسينات شو كان يصير لانه هون هي هلا بهالعمر هيدا سبع وخمسين سنة مش قليل اكيد قديش عمره وقديش بعضا بيني حلوي اتصال جديد بونجور بونجور مين معنا كيفك سحورة يا هلا يلا يولا اهلا فيك يا ساحور كيف يولا اليوم باك في حالة وانتو بالوجود اهلا وسهلا فيك يا يولا انا بقول يا ساحورة بونجور دكتور عفافة انا اشتقتلك بونجور وانا كمان اشتقتلك يولا يعني فيك شوية الظروف كانت اه انا بقول كل عمره وقاله جماله مهم بين الاربعين والخمسين يعني بتكون هاك المرأة مكتملة بكل شيء بتكوينها بتحسي انه هاك العمر هو اللي بيزهر جمال المرأة وحتى الحلوة بدا الله حلوة كل العمر يعني حتى لو كبرت بدا التكوين الجمال موجودة مية بالمية مثلا يعني وانا بعد من بعيد لكم انه وان في جماله انتو بلوجود حبيبتي شكرا يا يولا انا بده اشكر اتصاليك وبدنا اشكر محبتك واكيد بعنا متابعين بتلاقي اتصالتكن كاتي عم بتقليلي شي عنا عن بولينا اي عن بولينا كاتي عم بتقليلي انه هلا بالخمسين شو صار التعمل بالخمسين هلا عم يجيها كمانت سفاري نيجاتف يلي هو فعلا شي مؤسف يعني من الاشي يلي بتنقلى ايها انه مثلا انه انت جراما روح يحط شي عليك يا جراما انت جدة انت جدة يعني او بيقولولا مثلا انه انت عم تسعي ورا الاتنشن يعني بدك تجزب الانتباه ومش عارفة كيف حتى في صورة للا انت قدى طبيب تجميل وصار يقول لها وجك من هون بده هيك وجك من هون بده هيك مع انه هي هلا المشاهدين يمكن ما عم بيشوفوا على كبير ولكن هي فعلا سيدة جميلة وهيدا الشي مؤسف جدا جدا وهي بتقول انه المجتمع متل كأنه يحتفل بالسيدات وقت اللي بيكونوا بعمر اصغر ولكن وقت اللي بيتقدموا بالعمر الاشياء بتتغير وحتى طريقة التعاطي بتتغير تاني شي هلا نحنا بعصرنا هيدا بعدنا منحكي بالعمر يعني انه بيكون عمره المرة خمسين سنة بتعمل شو بده بالتجميل فيه لارزو بوتوكس وبتبين عمره خمسة وثلاثين نحنا هلا بعدنا عم نحكي بالعمر ما هو من جوا يعني من جوا انت بتكوني حلوة وبتطفي ومعلا إذا زهرت نير ريد ثلاثة ريد هوني السخافة وهلأ في كتير اكترسز لأنه هن بيرفضوا مش حتى بوتوكس أو فيلر بيرفضوا هيدا الشي وبيعتنقوا عمرهم وبيتقبلوا حالهم صح هلأ نحنا مضروري صحر دايما نروح على الاشياء الأكسترام يعني نحنا عنا حلول منقدر أنه نعمل فيها فرق يعني مثلا أنا سيدات اللي عندي بنقدر نحنا نرجع بالزمن خمس سنين وعشر سنين لورا دون شكل تقبري بكريمات هي فعالة كريمات هي زكية وكريمات بتقدر أنه تعطي نتيجة وبتغني يعني بصير الوجه بيبين مرتاح وجميل من دون ما نكون نحنا غيرنا بالايدنتي تبعيتنا أو بشكلنا يلا اتصال موزور 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 تفضلي مدام مين معنا سونيا دكاش سونيا دكاش تفضلي سونيا مدام عمد تقول هي بتبلش تندج من الثلاثين للأربعين وكل شي بيكمل عندها بتصير حلوة وناضبة وكل شي بيكمل عندها أوكي سونيا بصير طاعت منظر كتير حلو من الثلاثين للأربعين يعني أنت جوابك من الثلاثين للأربعين أجمل سنين بتعيشون المرأة نعم نعم بعدين ما بتلعب بحالة لا بوجه ولا بشي أبدا بتترك حالة هي حلوة بتظل حلوة الله يا سونيا بدا زاهل اهل و سهلا فيك يلا اخر صورة من شهدها سوا اخر صورة هي فعلا الرسالة طبعيتها لأنه هي بتحكي ويمكن بتاخد ريسك على حالة تتعرض للانتئاد كرمالة توصل رسالة معينة بيجي كتير تجيع وكمان بيجي انتئاد ولكن الرسالة الختمية بالنسبة لأله هي انه يوجد جمال بكل مراحل حياتنا يعني نحنا بدنا ننطلق من هيدا الشيء وبدنا نتقبل حالنا بكل عمر لأنه مثل ما قالت يعني المتصيلات أنا حبيت التفاعل طبعولهم مع الموضوع وكمان انه حكيه مش بس عن الشكل حكيه عن النضج حكيه عن الوزدم يلي كمان بتكون صاريت موجودة لأنه سيدي بالاربعين غير سيدي بالعشرين سنة يعني في اشي عم تنزاد يلي هي هالكاركتر هالكاريزمة هالقوة الشخصية يلي بتصير هيدا كلها كمان تنعكس جمال وبرجع بلخص صحر بكلمتين يعني نحنا مش الفكرة هي أنه نتقبل أنه نخطر ويظهروا التجعيد وأنه شو ما يصير يصير لا نحنا مش هيك عم نقول أبدا نحنا نتقبل ذاتنا ولكن نحنا نتقدم بالعمر بطريقة فيها أناقة وفيها جذبية البشرة والجمال هو رصيد أنا دايما بقول هو يعني نحنا نستثمر مش من اليوم من مبارح بدنا نستثمر نحنا بجمالنا كرميل نحافظ عليها حتى نوصل على هالعمر هيدا ونتطلع ونلاقي أنه فعلا مع حق بولينا وقت قالت أنه سكسي هاز مش نحنا وصلنا على عمر معين وخلاص انطفت الجذبية لا بالعكس كرميلة عم بتجوهر نحنا بدنا نسحب اسم فائزة الجواب شو بيكون سريعا قبل ما نسحب الاسم الجواب هو فعلا أنه ما في عمر معين وهو سؤال ما له صح وغلط هو بس هيك لحتى نفكر شوي بالموضوع بقى كل المشاهدين أنا بعتبر أنه أجوبتهم صحيحة أكيد بالأربعين وبالخمسين وحتى بالستين فيها السيدة أنها هي تكون فعلا جميلة وآنيكة وجذابة يلا رح نسحب اسم بدنا نطلب منهم بالريجية يا أصدقاء أنا بليز بدنا نعذبكم يلا أوكي سونيا دكاش ألف ألف مبروك لسونيا دكاش بتحصلي على هدية تقدمة دكتور عفاف شو الهدية المحضرتين ليها لليوم الهدية هي كرام بيعمل ليفتنج يعني هو بينحط بالليل هو كرام ليل ولكن هو علاج بيرجع بشد الوج بيضبط أوفال الوج كرام لحتى تضل السيدة عندها خضود وعندها طلة حلوة ونحن هيك بنكون عم نساعدها لحتى تحافظ على هالجذبية يلي عندها أيوة يا دكتور عفاف دايما والنتائج دايما يعني أنا بقلهم للسيدات يلي بشتغل أنا وياه هون أو يلي بيكونوا عندي وبيسلموني وجهن يلي أنا بعتبرها أمانة كتير كبيرة بقلهم أنه إذا الشيء ما بيعمل فرق أنا ما بعمله يعني مبروك لست سونيا وكيد أنه هي رح تحب الكادو يعني كادو بمحلة ليفتينج أنت ونايمة بالليل مرتاحة مغمضة عيونك والكرام عم بيشتغلك بوجهك لتضل بيني بأجمل جذبية بدأي أشكر كل أصدقائنا وصادقاتنا المتصلات شكرا لقالك دكتور عفاف ماكرون أهلا وسهلاك سحار بس لنقلا لما دام سونيا فيها تحكيني على 8-1 1-5-1-002 أو كمان في اللي بيحب على الويب سايت اللي هو لادرماسي دوت كوم كمان كل البرودوكتس أفيلبل أهلا وسهلا فيك شكرا لقالك أصدقائنا نحن متابعين معكم رحلتنا ولكن من بعد ما ناخد بريك صغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر